في مراجعة القاهرة لأن السودان عمل قفزات في السينما ستموت في العشرين ده أمجة ده أبو العيلة وفيه فيلم اسمه تحت الأشجار لسهيب أنا والله فاكر يسترق أننا عملنا فقرة هنا عن السينما السودانية طبعا أنا مش متذكر أسماء الضيوف اللي كانوا معنا لكن كانوا عاملين تارجت كبير جدا جدا في مجال السينما السينما السوداني في عز الأزمة اللي بتعيشها البلد عايشها في أزمة وطبعا وفيه ثورة عظيمة قامت فيه تغيير وفيه توجه للأفضل لكن طبعا فيه معاناة مؤكد هذه المعاناة خلقت السينما عظيمة جدا واختنصت جيزة فينيسيا يعني أمجة أبو العيلة ده هو سوداني لكن دايما بنعمله وأنه مصري يعني يعني لأنه بعله حالي 25 سنة معانا وحتى لما نقابله في الأمارات وعايش في الأمارات بعتبر أنا قابلت صحبي المصري مش صحبي السوداني اللي كان عايشه لا لا صحبي المصري يعني هو كده ففجأة لأنه عمجة خد جيزة أسد فينيسيا لسينما الشباب بفيلمه ستموت في العشرين والفيلم قائم على ملحمة سودانية وتراز سوداني فيه تفاصيل بس فيه كل فن الجمال الجمال الإبداعي مقدم فيلمه حسب جوايس كتير جدا منها الجونة وغيره وغيره كويس